السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر محمد الجاهز طلاب الصف الثالث ثانوي هنشح شطار تعزاء ريدنج تيكستس اند تيب سكريبتس لليونت اللي موجودة عندنا بالترتيب هنبدأ بيونت وان النهاردة اللي هي ريتارز اند ستوريز كتاب وقصص اليونت دي هشطار بتكلم عن الكاتب يحيا حقي وهو من الدروس المهمة شوي يحيى حقي ووز بورن in 1905 ان السيدة زينب ديستريكت ان كيرو يبقى تولد في حي السيدة زينب بالقاهرة he graduated in law and worked for a short time as a lawyer خرج من كلية الحقوق law واشتغل lawyer يعني محامي انبقى 1929 he began his career as a diplomat اش بدأ حياته المهنية كديبلوماسي and worked abroad for more than 20 years واشتغل خارج البلاد لمدة تزيد عن العشرين عام the time he had spent in France Italy Turkey and Libya gave him experiences he later used in his writing يبقى استغل خبراته في الدول اللي اشتغل فيها واشتغل بقى experience الخبرة دي انه استغلها في كتاباته فيما بعد at the same time he was working he was also writing stories كان بيشتغل ويكتب قصص في نفس الوقت his first short story published in 1925 established him as one of the great short story writers of Arab world يبقى اول قصة قصيرة اشتغلت نشرت له في سنة 1925 established معناها رسخت او وطدت اقدامه او وضعته يعني كواحد من اعظم كتاب القصص القصيرة في الادب العربي ما تنسوش ان يحيى حقي اشتغل was one of the pioneers of modern Egyptian literature كان احد رواد pioneer يعني رائد pioneers رواد الادب العربي المعاصر as well as being an important writer he was an expert on arab culture وبالاضافة لانه كان كاتب مهم كان كمان يعني expert خبير في الادب العربي يحيى حقي wanted to help poor and disabled كان يعيز يساعد بقى الناس المعاقين وزبور الفقراء in 1955 he wrote a collection collection معناها مجموعة من القصص بقى الاستوانات, cd's, poems, القصاد الشعرية وهكذا يبقى يحيى حقي دو هتكتب a collection wrote يعني a collection of short stories about the poor and disabled which one an important prize كتب مجموعة بقى من القصص القصيرة عن الفقراء والمعاقين فازت بجائزة مهمة one of his novels واحدة من قصصه او رواياته بقى عشان نوفل رواية طويلة the postman was made into a film واحدة من رواياته اسمها البستجي اتعملت فيلم in 1929 or in 1992 he had to go to hospital after an earthquake in Cairo but he gave his bed to a poor person who thought he needed it more يحيى حقي لما حصل للنزال في القاهرة شبطار في سنة 92 راح المستشفى فليه جنبه راجل فقير فحس ان هو يحتاج السر بتاعه يعني his bed اكتر منه فتركه طبعا ده بيعبر ان هو كان very kind man يحيى حقي كمان wrote in a new way about the arab society and customs in the 20th century كان بيكتب بقى بطريقة جديدة عن العادات في المجتمعات العربية في القرن العشرين يحيى حقي كمان انت was interested in Arabic language كان بيهتم باللغة العربية جدا and he developed a new style of writing ودي مهمة شوية ان هو كان بيكتب بnew style يباحي حقي كان بيونير رائد في مجاله لو الأدب وتخرج in low graduated يعني in low تخرج من كلية الحقوق ويشتغل في البداية lawyer بعد كده اشتغل دبلومات ورجع تاني اشتغل writer ورويته postman made into a film وكان بيكتب in a new style باسلوب جديد بالاضافة كمان ان هو كان support بيدعم يعني كتير او من young Egyptian writers الكتاب الشباب وكان believe in او believer باعي يعني هنا هو مدعم يعني او مؤمن به the power of books اللي هي قوة الكتب او التعليم عموما يحيى حقي اشتغل كان كمان يعتبر او is still thought of as the father of modern short story and novel in Egypt يعتبر كرائد او ابو القصة القصيرة في الأدب المصري ودي كده نص القراءة ال reading text ليونت 1 عن الكاتب يحيى حقي وانتظروا ان شاء الله البقية الوحدات بالترتيب مستر محمد اليهز بالتوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة